يلا بينا هنتعلم مع بعض البرمجة من الصفر خالص. الكورس ده هيمشي ازاي? باختصار شديد هنتعلم الاول الاساسيات من غير ما انا اتعمق كتير في النظري بعد كده هندخل على طول على الجزء العملي واحنا شغالين في العملي هنبدأ بقى انا اتعمق في الاجزاء اللي احنا محتاجينها. بالطريقة دي هتكتسب كويسة جدا من اول احتكاك لك في البرمجة. وفي نفس الوقت هتبقى عارف كل حاجة انت بتتعلمها انت بتتعلمها ليه وحتستخدمها في ايه بالضبط? ومن غيرها ايه المشكلة اللي هتقابلنا? البرمجة باختصار هي السيطرة او التحكم في اي جهاز يقابلك. جهاز ده ممكن يكون كمبيوتر او موبايل ممكن يكون امر صناعي ممكن يكون عربية زي تيسلا ممكن يكون سمارت واتش ممكن يكون تلفزيون من التلفزينات الزكية الجديدة. ممكن اي جهاز حرفيا تقدر تتحكم فيه برمجيا وتسيطر على الجهاز ده تماما عن طريق البرمجة. احنا في الكورس ده هنركز تحديدا على برمجة الابليكيشنز. ليه? لان اي بيزنس في الدنيا بيطلع بيبقى محتاج او اه ويبسايت علشان يعبر عنه فبالتالي حيبقى اصحاب البيزنسز دايما محتاجين لمبرمج عشان يعمل لهم او ويبسايت. فدايما هتلاقي ناس كتير جدا جدا محتاجينك. لان في ناس كتير على وجه الارض نفسها تعمل بيزنس. فبالتالي الناس كتير جدا نفسها هيكون عندها ابليكيشن او ويبسايت. كمان الطموحات اصحاب البيزنس بتبقى عالية جدا وبتتطور كتير مع الوقت. فبالتالي طول الوقت هيبقى محتاج اه عشان يحقق لهم طموحاتهم دي. زي مسلا انه عايز بعد ما بقى عنده عايز بقى يطور الابليكيشن ده كل شوية يعمل اه يدخل فيه بوابة دفع. عايز يعمل عايز يدخل كل شوية كتير. فطول الوقت هتلاقي اصحاب محتاجين اه عشان يحقق لهم امنياتهم. وبالتالي طبعا هتفضل مطلوب كتير جدا جدا في سوق العمل. زي ما اتفقنا احنا هنركز على اه برمجة الابليكيشنز. والابليكيشنز دي بقى انت ممكن تشوفها فين. ممكن تشوفها مسلا اه اي على الموبايل بتاعك زي الواتساب وفيسبوك واي ابليكيشن دي. عبارة عن اه الموبايل ابليكيشنز. وممكن كمان تلاقيها اه كوب سايت زي برضو الفيسبوك بس الوب سايت بقى ما هو موجود على الموبايل وكمان موجود ووب سايت. وممكن تلاقي فيه ابليكيشنز على الديسك توب او على الكمبيوتر نفسه فدي دي ديسك توب ابليكيشنز. وممكن كمان تلاقي بقى ابليكيشنز على السمارت ووتش ابليكيشن بتاعت التلفزيون ابليكيشن اه في السمارت هوم يعني تقدر تتحكم مسلا في الاجهزة التكييف بقى والاضاءة والبتاع من الموبايل اك مباشرة الحاجات دي اللي انترنت بتاعت الحاجات بقى فبنتسميها فعليا انترنت الاشياء او انترنت اوف تينجز او اختصارا كده ايو تي انترنت اوف تينجز يعني الانترنت اللي بتتحكم فيه بقى في الحاجات اللي هي غير بقى الموبايل والديسك توب والابليكيشنز. من الناحية النظرية كلهم واحد يعني كلهم نفس الكنسبت كبرمجا انت في الاخر بتعمل ولكن بيقابلك مشكلة كبيرة جدا ان كل حاجة فيهم بتاعتها مختلفة يعني مثلا لو مساكنا الموبايل هتلاقي ان الموبايل مستو بتاعته عالية جدا اي حد ماشي في الشارع الموبايل في جيبه في اي وقت حيطلع الموبايل حيلاقي اه يقدر يتعامل مع الواتساب يقدر يفتح فيسبوك قلي بيقدر يفتح تيك توك في جيبه طول الوقت فالابليباليتي بتاعته عالية بعكس مسلا الديسك توب الكمبيوتر محدش بيمشي في الشارع مسك الكمبيوتر فبالتالي ميزة الموبايل ان هو بيبقى متاح طول الوقت بس فيه عيب خطير جدا ان الريسورس او الامكانيات بتاعت الموبايل ضعيفة جدا ميموري ضعيفة وضعيفة جدا فلو حبيت تعمل بياخد راحته شوية اه الابليكيشن هيدرب طبعا وهتلاقي اليوزر ميال ان هو يعني لو جيت تعمل ضخم زي اه 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 او فوتوشوب او الحاجات دي طبعا النسخة اللي على الموبايل عمرها ما هتبقى بنفس امكانيات وقدرات النسخة اللي على الكمبيوتر فلو عايز تعمل ضخم هتعملها الكمبيوتر طبعا لك لو عايز تعمل يبقى متاح طول الوقت مع اليوزر هتعملوا موبايل عشان كده هتلاقي مسلا في منه نسخة للكمبيوتر والنسخة تانية للموبايل والاتنين طبعا ما بيتمر مجوز بنفس الاكواد نفس الكنسيبت بس مش نفس الاكواد ليه? احنا عايزين حاجة تبقى هاندي كده مع اليوزر على طول هو صور صورة عايز يديها شوية تحسينات قبل ما يرفعها لانستجرام فمش هيروح بقى ينقل الصورة على الكمبيوتر وبعد كده يزبطها بالنسخة بتاعت الديسكتوب بعد كده يرجحها تاني على الموبايل ده مش هيحصل لازم يبقى فيه نسخة سريعة كده للموبايل بس في نفس الوقت لازم يكون فيه نسخة تانية للكمبيوتر عشان يبقى فيها بقى لشغل البروفيشنال الشركات او المراكز اللي بتاعت تتعامل مع الصور والتصوير والحاجات دي والفوتوغرافز الكبار محتاجين طبعا بيبقى فيه امكانيات عالية جدا جدا يبقى فيه رندرنج سريع وقوي فهيحتاجوا بقى نسخة الكمبيوتر الويبسايت ده يعتبر بين البنين يعني الويبسايت موجود متاح على اي جهاز تفتح الكمبيوتر هتلاقي براوزر تفتح الموبايل هتلاقي براوزر فموجود يعتبر اه ولكن انت مش مسطب الحاجة جوه الجهاز مش زي مسلا الموبايل او ديسكتوب انت مسطب الحاجة جوه الجهاز وبالتالي بيبقى ليك على الجهاز اللي انت مسطب عليه يعني مسلا لو انت منزل فيسبوك على الموبايل بتاعك فالفيسبوك قادر مسلا يبعط لك native notifications طبعا نقدر نعمل ده في الويب سايت بس بطريقة ما هي كده ديسكتوب فيسبوك اللي على مواي لك قادر يأكسز الكونتكتز بتاعتك فبالتالي قادر يسجس مسلا فريندس ليك او قادر يبعط للفريندس بتوعك او للكونتكتز بتوعك علشان تبدأ تتكلم معهم او الواتساب مسلا قادر يوصل الكونتكتز بتاعتك عشان يبدأ يشوف مين الفريندس بتوعك من غير ما تضطر بتوعب تضيفهم كفريندس زي ما بيحصل في فيسبوك طبعا ده ما بيحصلش في الويب سايت انه ما فيش اي اكسز اصلا لديفايس نفسه فكل حاجة بيبقى ليها ميزة وعيد ميزة الويب سايت ان اليوزر مش مضطر اصلا ينستول اي حاجة او مجرد بس بيدخل على الويب سايت بيلاقي الدنيا جاهزة الموبايل امكانياته محدودة جدا ولكن الاباليبالي بتاعته عالية جدا بالعكس امكانياته عالية جدا ولكن الاباليباليب بتاعه قليلة جدا لديا ده طبعا يعني احنا مش هنركز فيه خلال الكورس ده لكن هنعمله ميني كورس تاني كده فجانب اولكن لما هتكون فهمت ازاي البرماجه بتمشي هتلاقي نفسك بتلقائي اتعلم تهي اتي بسهولة جدا كل الحاجات اللي احنا شايفينها ده اسمها فرونت سايت كل الحاجات دي تعتبر الفرونت سايت اي حاجة الفيزتور لما بيدخل الابليكيشن او الويب سايت بيشوفها بعينه دي سما الفرونت سايت يعني مثلا لو جنا ندخل على الفيسبوك فاي حاجة انت بتشوفها قدامك البوست والصور والحاجات دي كلها ده الجزء اللي هو الفرونت اند بتاع الويب سايت طيب لما تيجي تعمل بوست تكتب بقى شوات حاجات وترفع صوره بتاع الحاجات دي بتروح فين بتتخزن فين الحاجات دي بتتنقل طبعا للسيرفر السيرفر ده عبر عن كمبيوتر بامكانيات عالية جدا زي الكمبيوتر العادي اللي انت بتستقل عليه بس بامكانيات عالية جدا جبارة بنخزن فيه بقى الوصور والحاجات بقى الحاجات اللي انت بتنزلها على الفيسبوك وعلى اي موقع طبعا يبقى في جزء تاني خلفي اللي هو الـ ou اللي هو يعتبر السيرفر بتاعنا ال back end او السيرفر ده بقى ايه اللي بنهندل فيه ال data bases بنهندل فيه الملفات يعني بنتعمل مع ال file system وبنتعمل بقى معها حاجات كتير جدا وخصوصا حاجات ال computations العالية لو عايز مسلا تتعامل مع graphics عايز تتعامل مع الحاجات اللي فيها computations عالية دي بنعملها بنبعثها دايما للسيرفر بيبقى امكانياته قوية جدا وبعد كده بيبقى ال response ال application او website بتاعنا طيب القصة باختصار لو انا عندي application زي فيسبوك ده application فيسبوك في جوه بقى ايه posts كده البوست ده متخزن فين متخزن في ال data base اللي جوه ال back end او اللي جوه السيرفر يبقى انا محتاج الفيسبوك الجزء ده اللي هو ال front end بتاعنا محتاج ابعت request للسيرفر اقوله لو سمحتها هاتلي مجموعة البوست اللي انا عايز اوريها لليوزر فالسيرفر حيرود ال response بالdata اللي انا عايزها يبقى فيه تواصل بين ال browser او front end او client site التلاتة نفس المصطلح تمام فيه تواصل بين ال front end او client site وبين ال back end او server site عشان يتبادلوا ال data بينهم وبعض ال front end بيقول للسيرفر لو سمحت هاتلي data الفلانية السيرفر بيرد عليه بالdata اللي هو عايزه ال front end ده بقى او client site ده ممكن يكون واحد من التلاتة دول ممكن يكون ويب سايت او موبايل او ديسكتوب او طبعا ايو تي احنا مش هنركز على ايو تي خالص في الكورس ده احنا حنقضوا في كورس تاني طيب احنا هنبرمج بقى الكلام ده ازاي احنا محتاجين نعرف طبعا احنا عندنا لغات برمجة كتير جدا فاحنا محتاجين نعرف هو ميم بتاعت ايه يعني كل لغة برمجة بتبقى متميزة في حاجة غير التانية مفيش لغة برمجة افضل من تانية لكن كل لغة برمجة بتبقى قوية في حتة معينة احنا لما بنجي نعمل ووبسايت وهنا هنا طبعا بتكلم عالجزء اللي هو ال front end بنحتاج تلات حاجات اساسية HTML و CSS و Javascript اختصارة JS كل حاجة من دول ليها فايدة HTML فايدته اظهار العناصر في الصفحة CSS فايدته تثبيت ال style بتاع العناصر اللي في الصفحة Javascript فايدته بيعمل interaction بين اليوزر وبين الصفحة فلو فتحنا مثلا صفحة اه صفحة فيسبوك زي كده هنلاقي ان فيها مجموعة عناصر يعني هنلاقي مثلا ان في هنا صورة ده عنصر عنصر اسمه صور عبارة عن صورة لما ننزل تحت شوية هنلاقي ان في صورة تانية في تكست مكتوب تقيل شوية في تكست تاني مكتوب بخط اخف شوية في هنا مجموعة صور كل حاجة من ده عبارة عن عنصر في هنا زراير الزراير ده button او عنصر ننزل تحت اكتر هنلاقي ان في هنا input input اهو بيسمح لليوزر ان هو يكتب اي حاجة جواه بعد كده في شوية buttons زراير اهو وفي زراير تاني هنا ننزل تحت اكتر هنلاقي ان في هنا container جوا ال container ده اهو container اهو جوا منه هنلاقي في واحيانا بيبقى في صور اه بيبقى في زرار زي ده بيبقى شوية ومشارف like و comment ولو دست على comment هفتح لي input اه user input هدي كلها عبارة عن عناصر طيب العناصر دي بيبقى ليها خصائص او style معين يعني مثلا الصورة دي هنلاقي ان ليها size معين الصورة دي صغيرة كان ممكن يكبرها او يصغرها بالcss لان css مسؤولة عن style بقى بتاع العناصر الفونت ده هنلاقيه كبير شوية عن الفونت ده يبقى الفونت size ده اتزبط بالcss هنلاقي انه لونه ابيض انه نتحكم في الالوان والمقاسات بالcss الزرار ده مثلا هنلاقي لي width معين او عرض كده معين هنلاقي لي height معين هنلاقي لي background color معينة وهنا لون وازرق ممكن اغير اللون ده بالcss هنلاقي تاكست اللي جوها ليه لون معين كل الحاجات دي بنتحكم فيها عن طريق ال css يبقى ال html فايدتها اظهار العناصر في الصفحة css بنزبط ال style بقى بتاع العناصر في الصفحة طب احكاية جوابا سكريبت جوابا سكريبت بتعمل interaction بين اليوزر وبين الصفحة نفسها احنا اتكلمنا نشوين فيه اا عناصر او زراير طب الزراير دي لما بدوس عليها اليوزر لما بيدوس على الزرار هو هنا عمل event فعايزين الصفحة ترد عليه او تتفاعل مع ال event ده بتتفاعل ازاي عن طريق الجوابا سكريبت بتعمل actions او بتعمل افعال ايش مقاله css بتظهر بس العناصر لكن جوابا سكريبت هي اللي بتخلي العناصر دي تتفاعل مع اليوزر يعني انا لو تجي تدست على زرار اللايك ده ايه اللي هيحصل حداية اول حاجة انه زرار لون وزرق مين اللي بيزرق الزرار الجوابا سكريبت طبعا هتقول لي ان الازرق ده عبارة عن style يبقى بيتعامل بالcss صح بس مين اللي بيقول css زرق الزرار او خلي لونه ازرق الجوابا سكريبت هي اللي بترد على الانتراكشن بتاع اليوزر يعني اليوزر لما داس على الزرار جوابا سكريبت هي اللي اخدت بالها ان اليوزر داس على الزرار ده فها راح تنفذ اللي هي احنا هنخلي الزرار لونه ازرق وكمان هنبعت للسيرفر اه عشان نقول له ان خلي بالك اليوزر الفلاني او عشان يخزن في الاتابيز ان اليوزر الفلاني اللي هو انا داس على زرار لايك او عمل لايك للبوست اللي هو الفلاني ده كده شغلة داتابيزز هنقضوا طبعا في فيديو الواحده او ميني كورس كده الواحده طيب لما اجي ادوس على زرار زي شير ايه اللي هيحصل طبعا جوابا سكريبت هي اللي هتبدأ تتفاعل وتبدأ تطلع مسلا ديالوج عشان يقول لك انت عايز تشير فين او ايا كان الفانكشن اللي انت عايز تعملها يبقى فايداتها بتخلي الصفحة حيوية او بتخلي بقى فيه انتر اكشن او بقى فيه تفاعل بين اليوزر وبين الصفحة نيجي بقى للموبايل والموبايل اه المفروض ان هو ادام انت فاهمت الويبسات كويس جدا هتفهم الموبايل كويس جدا احنا في الاخر عايزين نعمل حاجة شبه ده شبه ده كده بس يبقى جوه الموبايل ايه دي الميزة الميزة بتاعته طبعا بتبقى عليها زائد انه عشان انت بتنسطول الابليكيشن جوه الموبايل فبتاكسز الريسورس بتاعته الموبايل زي الكونتكت لست مسلا وغيرها يبقى دي الفرق بيد الموبايل ديفلوبمينت والويبسايت ديفلوبمينت نرجع بقى ليه الموبايل موبايل بقى احنا بنبرمجه بايه احنا عندنا منصتين او هما المشهورين بتاعنا اندرويد واي او اس او البرودكت بتاعت ابل عموما بالنسبة الاندرويد احنا كنا الاول بنبرمجه بايه عن طريق جافا ولكن دلوقتي بقينا بنستخدم كوتلم ودي لغوط برمجه من جوجل هي اللي عاملها طيب بالنسبة الاي او اس كنا الاول بنستخدم حاجة اسمها اوبجيكتف سي ولكن دلوقتي بقينا بنستخدم حاجة اسمها سوفت في ابروتش تاني ان احنا نبرمج الموبايل الديفلوبمينت ده او الموبايل ابليكيشن عن طريق ان احنا نمسك الويب سايت اللي هو قريدي اتعمل وبعدين نحوله لموبايل ابليكيشن الطريقة دي طبعا فيها مستين اول حاجة ان انا قريدي عندي ويب سايت جاهز مش محتاج ابرمج الابليكيشن من جديد في نفس الوقت انا بعمل يعني يعتبر تارجت واحد للاندرويد والاي او اس في نفس الوقت فبوفر تكلفة وقت كتير جدا ولكن اعبها طبعا انها بطيئة جدا لان لما تبرمج حاجة بكوتلين او بسوفت انت بتعمل ناتف ابليكيشن يعني ابليكيشن بيستخدم الريسورس دايركت بتاعت الموبايل لكن لما بتحول ويب سايت لموبايل انت بتحط او بتران الويب سايت ده جوه ويب فيو فبيبقى بطيء جدا ولكن احنا عندنا مشكلة في الناتف ابليكيشن زيب احنا بنتطر نجيب تيم مخصوص للاي او اس وتيم تاني مخصوص للاندرويد واحيانا بتلاقي الناتج النهائي مختلف شوية نتلاقي في فيتر معينة شغالة بطريقة معينة في اي او اس او في ايفون ونفس الفيتر دي شغالة بطريقة مختلفة شوية في في اندرويد لو معاك مثلا موبايل سامسونج بلا حاجة احيانا بتلاقي حاجة ضربت هنا بس شغالة هنا فبيبقى ما في شوية اختلافات الشكل برضو كل حاجة بتبقى ما فيها اختلافات كتير فاعملوا حل وسط كده اعملوا حاجة اسمها فلاتر دي بقى حاجة بين البنين حاجة بين الناتف اه الناتف دي وبين اه الويب فيو اه يعني هو ابليكيشن واحد بيشتغل على اي او اس ونفس الابليكيشن بيشتغل على اندرويد وفي نفس الوقت سريع جدا يعني سرعيته قريبة جدا من الناتف اي احنا في جزئية الموبايل ديفلوبمينت هنركز عليها هنركز على الفلاتر احنا دايما بنركز اكتر على التكنولوجي اللي هي المستقبلية يعني اللي هتاخد سنين في المستقبل تبقى مطلوبة اكتر طبعا الاي او اس او السوافت وكوتلين شغالين كويس جدا في ناس اصلا لسا بتبرمج في جافا وابجيكت في سي لغاية دلوقتي ولكن احنا المستقبل بتاعنا هو ندخل بقى على الديسك توب الديسك توب احنا كده كده مش هنبرمج حاجات ديسك توب كتير ولكن في ابروتش كده سهل جدا ان احنا نحول الويب سايت للديسك توب عن طريق حاجة اسمها الكترون فبما اننا مش هنتكلم كتير على الديسك توب لكن طبعا فيه لغاية برمجة زي سي شارب وغيرها بتعمل ابليكيشنز ديسك توب وحنتكلم على ديسك توب في مني كورس منفصل تماما احنا دلوقتي هنركز اكتر على الويب سايت في المقام الاول يالي موبايل عن طريق الفلاتر طيب نيجي بقى للباك اند وده مهم جدا نتكلم فيه في لغاية برمجة كتير بقى بتتعامل مع الباك اند او بتهندل اللي بتحصل على السيرفر سواء بقى انت بتهندل او بتهندل الفايل سيستم او غيره من اشهر لغات البرمجة دي نوت دي اس وها بي اتش بي وها دوت نت في بقى حاجات تانية كتير خالص ممكن تستعمل مزعف ممكن تستعمل مزعف ممكن تستعمل مزعف ممكن حاجات كتير مكررست طبعا حاجات كتير قوي ولكن طبعا احنا على على ادي شغلنا التلاتة دول هما اشهر حاجة وهما يعتبروا السهلين فيه لغات برمجة تانية تقيلة تعمل شغل تقيل قوي بس صعبين شوية يعني انت لو محتاج مسلا تعمل operating system زي windows هتصدم حاجة زي c مسلا لو بتعمل مسلا سيرفر كامل هتصدم حاجة زي rust لكن احنا مش محتاجين كل ده همحتاجين بس server backend كده فالتلات لغات دول هما اشهر وافضل اللغات نوت جي اس ده اللي احنا هنركز عليه اكتر من غيره لان ده لغة المستقبل وفي نفس الوقت فيها ميزة حلوة جدا انها نوت جي اس مبنية على الجي اس او الجافا سكريبت اللي هي احنا هنبقى already اتعلمنا الجافا سكريبت في الجزء بتاع الفرونت اند فلما نروح للباك اند هتلاقي نفسك مش محتاج تتعلم لغة برمجة جديدة او في نفس الوقت طبعا انت كبزنس اونر انت ممكن تبرمج ملف يشتغل في الفرونت اند والنفس الملف هو هو يشتغل في فدي طبعا ميزة مش هتده لك اي لغة برمجة تانية من التلات لغات دول طبعا PHP لغة قديمة جدا معروفة وانا شخصيا اشتغلت بيها كتير جدا ولكن يعني مش بنفس حلاوة النوت جي اس نوت جي اس فيها دخم جدا اي حاجة هتحلم بيها هتلاقي موجودة فيها نوت جي اس فيها افضل بكتير من PHP فيها فريموركس اكتر بكتير طبعا php فيها فريموركس عظيمة جدا زي لارفل وغيرها لكن نوت جي اس طبعا فيها حاجات بقى اعلى بكتير جدا فانا بفضل نوت جي اس عن PHP بيه بي اشتغل حاجة جمدة جدا استيل في ناس بتشتغل بيها ولكن دايما بتلاقي اغلب المشاريع اللي شغالها PHP بتبقى مشاريع قديمة شوية لكن المشاريع الجديدة دايما بتبقى شغالها نوت جي اس .NET برضو من الحاجات القوية جدا سكيروتي عالي فيها مميزات حلوة جدا لكن بتأيدك في شوية حاجات انك غالبا بتضطر تشتغيل على ويندوز سيرفر في نفس الوقت طبعا النوت جي اس اسهل بكتير لانها مبنية على جواسكريبت في حاجة انت مش محتاج تتعلم لغة برمجة جديدة ولا حاجة احنا طبعا هنتطرق لبيتش بي و .NET ولكن في ميني كورس منفاصلة ممكن انت الحاو SAYS قراط ان احنا حلال القررس بتاعنا نقسمه للميني كورس بحيث كل واحد يدخل ع Pigours اللي هو حابب يناشن عليه يعني واحد حابب يناشن اكتر على الويب سايت واحد حابب يتعلم مثلا HTML وcss وجوفا سكريبت واحد حابب يناشن اكتر على الموبايل واحد حابب يدخل على طول على السيرور واحد حابب يتعلمهم كلهم فما هكاسم الريد كورس بحيث كل الميني كورس يبقى شغال لواحده تماما مش معتمد على التاني ويبقوا شغالين على التوازي بحيث ما تضطرش تستنى وقت كتير جدا لغاية ما ييجي الجزء اللي انت شغال عليه على ارض الواقع احنا ما بنستخدمش اللغات البرمجة دي واحدة احنا نستخدم كمان فريمورك فريمورك يعتبر زي ايه زي بلاتفورم كده شبه جهازة هو يعني اخد الجزء التقيل اللي فيها واخد حاجات كتير تعتبر شائعة الديفليبرز وعموما بيستخدموها بشكل شائع جدا وبيعملوها على هية فريمورك بحيث انت تقدر تزبط الكونفريجراشن بدل ما تبتدي من الصفر يعني هو ايه اختصار لك شوية مشوار يعني فمثلا على ارض الوقع احنا مش هنستخدم بسي اس اس هنقدر احنستخدم ساس او اس سي اس اس مش هنستخدم جواسكريبت دايركت هنستخدم بحاجات تانية زي تايب سكريبت وهنستخدم بقى فريمورك زي انجلور ورياكت وفيو وحاجات كتير لكن طبعا احنا دلوقتي هنتعلم الحاجات الاصلية يعني هنتعلم نكتب كود جواسكريبت بقى دينا هنتعلم نكتب كود سي اس اس بقى دينا هنتعلم اتش تيميل من الصفر بحيث طبعا يبقى عندك الاساس ولما تستخدم فريمورك تبقى عارف هو الفريمورك دا بيعمل ايه بزبط ورق توريس ونفس الوقت لو جيت تنقل من فريمورك لفريمورك تاني او تنقل من لغة برمجة لغة برمجة تانية هيبقى الاساس نفسه عندك يلا نعمل مراجهة سريعة كده لكل اللي احنا قلناه واحنا قلنا ان البرمجة عبارة عن تحكم في اي جهاز هنركز اكتر على الابليكيشنز علشان دي البيزنس اونرز بيبقوا محتاجينها اكتر قلنا ان الابليكيشنز دي منشوفها في اربع اماكن الويب سايت الموبايل ديسك توب الى اي او تي اي او تي مش هنتكلم عنه اللي هو انترونيت اف تينكس اللي حاجات بقى اللي بتبرمج تلفزيون بتبرمج ساعة غيره كل حاجة من دول لها مميزاتها وعيوبها الموبايل الموبايل ابليكيشن بيبقى ميزه طبعا الابليبالي بتاعته عالية جدا موجود في جيبك طول الوقت ولكن الريسورس بتاعته ضعيفة جدا بعكس الديسك توب اللي هو ابليبالي بتاعته بتبقى قليلة جدا الديسك توب او الكمبيوتر مش بيبقى معاك طول الوقت ولكن امكانياته عالية جدا الويب سايت متاح طول الوقت مش محتاج ان اليوزر ينستول اي اي ابليكيشن خالص ولكن عيبه طبعا انه مش بي اكسز الديفايس نفسه الباك اند او السيرفر هو اللي بيهندل العمليات الخلفية كل الحاجات دي او برا عن فرونت اند مع ده السيرفر هو الباك اند الباك اند في ديتو اي او السيرفر في ديتو اي بنخزن في الدياتابيزز والفايلز اللي احنا محتاجين او الفايلز بتاعت الابليكيشن بتاعنا الويب سايت بنبرمجه بتلات لغات اساسية مع بعض اتش ميل و سي اس اس و دوفا سكريب اتش ميل فايدتها ازهار العناصر في الصفحة يعني مثلا الشغبات اللي انت شايفها دي عبارة عن عناصر ده مثلا تيكيست دي اسهم ممكن يبقى فيه صورة هنا يبقى فيه بطن هنا اي حاجة دي عبارة عن عناصر بنزهرها بيه اتش ميل بنزبط الستايل بتاع العناصر دي بايه بي سي اس اس طيب العناصر موجودة بس ما بتعملش حاجة ازاي نخليها تعمل حاجة او نخلي يبقى ليها مع اليوزر عن طريق الجوفا سكريبت نروح دايريكت بقى للسيرفر بالمرة و احنا منتكلم عن الجوفا سكريبت هنتكلم على النوت جي اس نوت جي اس طبعا جي اس دي اختصار جوفا سكريبت هي لغة برمجة مبنية على جوفا سكريبت فميزة طبعا احنا مش هنحتاج نتعلم لغة برمجة جديدة ولا حاجة وبكده احنا هيبقى معانا الفول ستاك فول ستاك يعني فرونت اند وباك اند مع بعض انت تقدر تعمل ويبسايت اوفنا في الوقت تقدر تعمل سيرفر مع بعض دول كده ايه يعني هشرحهم ورابعة دايريكت طبعا نيجي للموبايل الموبايل احنا عندنا طبعا منصتين او 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 الابل والاندرويد اللي هي اجازة بقى سامسونج واوي الحاجات دي احنا بنبرمجها بايه بنبرمجها بفلاتر طبعا في حاجات تانية زي كوتلين وسوفت وغيره ولكن احنا هنركز على فلاتر فلاتر مستوف ايه انه اه قريب جدا من الناتف وفي نفس الوقت كروس بلاتفورم يعني اقدر استخدمه على اندرويد وعلى اي او اس في نفس الوقت اه بعكس طبعا الطريقة اللي احنا اتكلمنا عنها ان انا احاول ويبسايت لموبايل اه لموبايل اه ده طبعا بيستخدم ويبيبطيق جدا طيب الحاجات اللي عليها اصفر دي اللي احنا احنا هنركز عليها اكتر احنا هنركز على كده هنبقى تعلمنا الوودسايت هنتعلم كمان كده بقى احنا بقى معانا موبايل ديفلوبينت هنتعلم نود جي اس يبقى احنا كده بقى معانا شور السيرفر وبقى معانا باكج على بعض انتها فولستاك وفي نفس الوقت كمان موبايل ديفلوبينت طيب هل دي كده الحاجات اللي لو تعلمناها يبقى انت كده جامد فاحت وخلاص ومفيش منك اتنين اكيد لا في حاجات التفاصيل بقى تانية جوه الكلام ده هنحتاجها بس مش محتاج تبدأ بيها انت ممكن من غير من غير هتشيل سول كتير زي مسلا انك تتعلم اليون التستنج تتعلم بقى الحاجات بتاعت الديف اوبس تتعلم يعني ايه تتعلم يعني ايه وغير وغير وحاجات كتير هتحتاج تتعلمها ولكن الحاجات دي كده لوحدها هتقدر تشيل سول فريلانسنج طبعا وتسال اونلاين من البيت زي ما انت عايز او في شركة او في غيره وفي شركات كبيرة كمان لمجرد ان انت اتعلمت شوات الحاجات دي هتخد مني وقت دي ان شاء الله مستخد مني وقت كتير كتعلم لكن هتخد مني وقت كتير كاحتكاك بقى بالابليكيشنز وكسيناريوهات كتير وقفت معايا ومشاكر كتير قابلتني في مشوار بتاعي ان حاجات بقى اتضربت في كنت يعني بستخدم او ببرمج بطريقة غلط الاول ما باخدش بالي يعني ايه ميموري لاك ما باخدش بالي من العالي مش عارف طبعا بتاع الحاجة انا كنت الابليكيشن بالنسبة لي شغال زي الفول لكده بس تجي ترفعها بعد كده على الكلاود والحاجة تلاقي ان تكلفة تشغيل الابليكيشن عالية جدا تلاقي الابليكيشن مش قابل للتطوير بسهولة ما كنتش فاهمها ما كنتش عارفها كتير ما كنتش عارف اي حاجة عنها فطبعا ايه لابست في مشاكل كتير جدا عشان كده انا جاي لك النهاردة من المستقبل يعني بعد خمس ست عشر سنين من من مشوارك في البرمجة من دلوقتي حتلاقي نفسك قريدي بتاخد بالك من المشاكل اللي السينيور بيبدأ يتعلمها انت هتكون وانت جينيور قريدي فاهمها وبتتعلمها عشان كده انا عايز اركز على العملي مش عايز اه 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 الوت كتير كده او الوت كدير في الكلام بقى نظر كتير وبتاع لان عايز في العملي حوريك حنعمل حاجة انت هتهايق لك انها شغالة وبعدين نحاول ان تست او ان البرمجة بتاعها هنلاقيها بايزة ومعفنة فحنبدأ بقى نشوفه واحنا ليه هناخد تاني مش عشان غلاس اقول حاجة لأ عشان انت طبعا هتبقى فاهم ان من غير الابروتس ده هيقابلنا مشكلة ندخل بقى دلوقتي اه هنركز على الويب سايت طبعا نحابدأ بالويب سايت لانك لو فهمت الويب سايت كويس هتلاقي نفسك فهمت كل حاجة تانية في نفس الوقت الويب سايت ده كل حاجة احنا بنعملها بنتشوفها باعنينا لان الفرونت اند هو اي حاجة انت بتشوفها قدامك فحاجة جميلة طبعا ان انت تشوف النتائج اول باول قدامك هنبدأ بالويب سايت هنتعلم على طول HTML و CSS وبعدين ان شاء الله المرة جاية كمان هنتعلم javascript باحنا كده اقفلنا الويب سايت هندخل بقى على سيرور بعد كده هندخل بقى على العملية على طول كل ده جميل بس هنكتب بقى اكواد دي فين ما اللغات البرمجة دي كلها في الاخرى عبارة عن اكواد هنكتبها فين احنا ممكن نكتب الاكواد دي في اي تكست ادتور يعجبك حتى النوت باد اللي بيجي مع الويندوز شي مشكلة ولكن في حاجة اسمها كود ادتولز تبقى شبه بردو لتكست ادتولز ولكن بيبقى اوير شوية ان انت بتكتب اكواد فبيساعدك اكدر بيبقى قادر يديلك ستجيشنز بيبقى قادر اي دي تكتب بعض الاخطاء اللي انت بتعملها اسناء الكتابة فبيساعدك اكدر ان انت تكتب كود ولكن مشي حاجة اسمها اي دي اي دي تعتبر نسخة متطورة من الكود اي دي اي دي يعني بتتعامل مع المشروع بتاعك او مع الفولدر بتاعك لانه مشروع كامل متكامل بيبقى قادر يربط الفايلز بعضها قادر تيمبورت حاجة مثلا من فايل تاني بتاع فبنستخدم اي دي طب الاي دي نادي يعني متىي تسيرش لو على حاجة مثلا ننت هتتثادم ايه ا كتب اي دي متكتبش كود ادتور لاني كود ادتور هتطلعلك يعني يعتبر تكست ادتور متطور rakن لكن دي ابقى نقلة اي دي حاجة يعني حاجة نقلة او انا عن النفس استخدام حاجة اسمها Vs code او Visual studio code Vs code في حاجات تانية غيره ولكن انا شخصيا ون heiß كتير جدا 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 بيفضلوا فمسحك تنزله حتى هتلاقي هتسيرش على جوجل هتكتب VS Code هتلاقي نفسك دخلت على الويب سايت وطبعا تبع على مايكروسوفت ده مجاني هتنزله هتسطابه عادي زي اي أبليكيشن في الدنيا وبكده هتبقى انت جاهز نكتب اكواد على طول فيلا بينا بقى نتعلم زي نكتب اكواد وده اللي احنا ان شاء الله هنعمله في الفيديو الجاي على طول